أهلا بكم أثبتت مرة أخرى العيون الأمنية الساهرة التي أحبطت مخططات إرهابية على أن أجهزة الدولة والمجتمع الكويتي يد واحدة في مواجهة كل من يحاول العبثة بأمن الوطن والمواطنين يخطئ الذين لا يعتقدون أن الكويت بحلمها وسماحة أهلها وقائدها الحكيم غافلة عن خطط الظالمين والعابثين يخطئ من تصور أن هذا البلد المتفتح فريسة سهلة لمخالب تجار الموت والمرتزقة هم يجهلون أن هذا البلد حصن نفسه برباط المحبة والتألف والمشاركة السياسية منذ القدم حتى أصبحت ديمقراطيته مضرب الأمثال صحيح أن أخطبوط الإرهاب أذرعه تمتد كالسرطان عبر العالم صحيح أن هذه الآفة تشتاح العقول الضعيفة التي تفتقد لمناعة فكرية نيرة ما يصعب كشفها ومجابهتها إلا أن الإرث التشاركي ومتانة النسيج الاجتماعي وحكمة وحنكة أبي الجميع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أفشلت ما يحاك لمجتمع قوته في تنوعه وتماسكه في ديمقراطيته التي عززت مواطنته ووحدته ملحمة تجسدت في ذلك الالتفاف الشعبي بعد جريمة مسجد الإمام الصادق الكويتيون جميعهم أبناء قائدهم الذي سطر بموقف عفوي أبهى صوري صلة الرحم والتضامن هي الكويت عائلة واحدة في المحن والسراء تنطفض يدا واحدة صامدة كلما تجرأت أوكار الفتنة والإرهاب عبثا أعلى نفس سمومها في جسم عصي ذي مناعة متفطنا لدسائس ومحاولات يائسة تلهب نار تفرقة لن تحرق سوى موقديها عيون الأمن هي من جسم المجتمع كله ولهذا تكشفت خطط من اختاروا لأنفسهم إقصاء وعزلة ونبذا مهينا يخطؤ دائما من صوب سهام الخيانة لشعب الكويت الأبي ولهم في المقبور صدام خير مثال